شارك المركز الوطني للتحيارات المالية في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض كما أقد على هامش الاجتماع العام المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل إرهاب وانتشار التسلح بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء المجموعة وخلال المتمر استعرضت مملكة البحرين أبرز تجاربها في تنظيم الأصول الافتراضية مؤكدة التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي في مجال الأصول الافتراضية لضمان استخدامها ضمن إطار تنظيميه بشكل قانوني وآمن فيما نقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ترجمة نانسي قنقر